دكتورة ديما بسمة موجودة معنا اليوم عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة فنيسيا فنيسيا يونيفرسيتي أهلا وسهلا فيك دكتور دكتورة بالحقوق منو منو مزحى يعني دراسات معمأة كتير وسنين من الأبحاث لحتى توصل لموضوع جدا حديث وجدا نحن بحاجة لقاله اليوم وهو تأثير الزكاية الاستناعية على قانون الملكية الفكرية رح ناخد كل حيثياته وكل الإشكالية تبع هذا الموضوع أول شيء لتلك هي أنه إذا عم نحكي عن زكاية الاستناعية وين صارت الملكية الفكرية لك خلينا نبدل شوي بشي عام أكتر اللي هو العلاقة بين الزكاية الاستناعية والقانون بشكل عام هلأ ما في شك صرنا بواقع أنه الذكاية الاستناعية عم بيأثر على جميع المجالات وضمنا اختصاص الحقوق هلأ بس نفكر بالحقوق وأثره على الذكاية الاستناعية والعكس طبعا فيه أكتر من زاوية فينا نشوف الموضوع منه الزاوية الأولى اللي هو إله علاقة أكتر بالممارسة يعني عم نسمع كتير أنه في كتير إنشتفز لأشخاص عم بجربوا يطوروا أدوات لحتى تساعد مثلا المحامة بعمله وهيدي شيء له علاقة بالممارسة لأ فيه أشياء شوي جدلية أكتر مثلا فينا نفكر بموضوع اللي إله علاقة بهالممكن استبدال الآضب الذكاية الاستناعية هيدا الموضوع إله حيثيات أخلاقية نحكي عن الآضب، نحكي عن الإعلام، نحكي عن كل المجالات بعدها مؤخرا صارت الملكة جمال الزكاية، مش معقول يعني اللي عم نصله هل كل شيء، هلأ فينا نشوفها ناجاتف ليه، بس الشيء اللي ما عم نتدوله كتير بالقانون هو أثر الذكاية الاستناعية على تطوير القانون يعني مش بس الأشياء العملية البراكتك اللي يجب نركز عليها، كمان كيف عم بأثر على تطوير القانون كلمة لهيك فكرنا بالملكية الفكرية لأنه أنت أول رياكشن قالك إنه شو هيصير بالملكية الفكرية بضل الذكاية الاستناعية فكلمة لهيك عم نركز عليه من موضوع الملكية الفكرية لأنه هيدا اختصاصي وحمن فوت بحيثياته بأكتر من طريقة طبعا له إيجابيات بس كمان له سلبيات هلأ أكيد رح منحكي عن نقاط البحث اليوم شو اللي كانوا يعني شو اللي وصلتيلوا بالأحرى من خلال هالبحث هيدا إنه هو أكيد وسيلة وسيلة جدا مهمة ووسيلة جدا بتسهلنا حياتنا ومتطورة وبتقدر توصلنا لأماكن عن جد سريعا أماكن عميئة بالأبحاث بس ولكن كمان أنه توصل لمحال تسير هي أذكى من الإنسان أو بتحل محال الإنسان ما بعرف قد تناولت هيدا الموضوع بالبحث وهيدا موضوع جدل أنا تناولته بالبحث لأنه بالنهاية لما أنا بدي أجي أقول أنه أنا بدي أغير أنول ملكي الفكرية عم بنطلق من فكرة أنه قديش هيدا الذكال الصناعي قادر أنه يحل محال الإنسان فإذا أخذنا المفهوم العام للملكي الفكري الملكي الفكري بشكل عام هي الحقوق المتعلقة بالاختراعات وبالابتكارات اللي هي مبنية على أساس جهد الإنسان فالأنون بحد ذاته إذا أخذنا التعريف العام أساسه وجود إنسان ارتكازه على الإنسان إنه هيومن سنتريك له فأوتوماتيك لي أنا لما بدأ أجي أفكر بهذه الطريقة بدأ أقول طيب شو أهمية الأنون هلأ إذا كل شي عم تصير الذكاء الاصطناعي عم يقدر يعمله فإذا بس بدي أعطي تفصيل شوي مفصل أكتر إله علاقة بالابتكار إله علاقة ببراءة الاختراعات نحن براءة الاختراعات عم نعطيها كحق حصرة لشخص لحتى يقدر بمحال معين أنه يكون عم يسيطر على كيف عم بتم استخدام هذا الحق على شرط أنه هو يكون بدل الجهد في عنا أمثل كثير حالية مثلا في عنا دابوس بتشزئين اي آي ماشين اخترعت كذا اختراع بيستوفوا شروط الانفنشنز بس لما جربنا نسجلهم باسم هيدا التول تم الرفض من كل البلاد يعني عم تحكي أنت الولايات المتحدة عم تحكي الاتحاد الأوروبي حتى المحكمة العليا ببريطانيا قالت لا ما فينا لأنه أنا كيف بدي أقدر أعطي هيدا الحق لماشين فإذا هلأ عم بقول ما فيه أعطيها لماشين ونفس الوقت ما فيه أعطيها للشخص لأنه مش هو المخترعه يعني وفتعلان فيه أطانومي بالذكاء مش صعب هنا الأرار يعني طبعا لحد هلأ اللي تقرر بكل هيدا الدول أنه لا ما فينا نعطيها بس قدي ساستينبل يعني قدينا فيه لقد نفكر هيك إذا هتكتر كمية الاختراعات من الذكاء الاصطناعي هون it's a problem ولوين وصلنا بالبحث وبدأ أحكي عن أهميته كمان للطلاب أهميته اليوم بالجامعة بجامعة فانيسيا أيضا اللي كنا عم تشوف صورة والكامبس اللي بيطير العقل طبعا لوين وصلنا بهالبحث وهل ممكن يتغير قانون ملكية الفكرية هلأ أنا حكيت على شيء معايا من الملكية الفكرية بس بدي أكد أنه هيدا الشيء هو حتى بحقوق النشر اللي كتير related to everything we do نفس الإشكالية عننا اللي وصلنا له بهالبحث أنه هي مش بس موضوع الحقوق يعني أنا مش بس عمقول بدأ أعطي حق لهيدا الذكاء الاصطناعي لو لماشين كمان في عنا obligations وفي عنا limitations يعني أنا لما أقول أنه عم تم نشر خطاب كراهية هيدا الخطاب بالقانون ما أنه مقبول طب لأ مين عم حمل المسئولية لأنا وصلت له لحد هلأ بالبحث أنه ما فينا نعدل القانون بصورة مؤقتة يعني ما في أجي أعمل تعديل بسيط We need to rethink لازم نعيد النظر بأساس قانون الملكية الفكرية وبالتالي لازم نعطي أو الأدوات الأي آي ماشينز أو الأدوات الأي آي وضع قانوني محدد مثل ما عملنا قبل لما صار في عنا شركات أو لما بلش الديجيتال ميديا يكبر لازم موصل لمحال أنه نركز كتير على تحديد الوضع القانوني وهذا ما بيعني نساويب الإنسان لا 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 لأجعل أن أطلتها قبل لا أنا ما عم أقول أنه ساويب الإنسان بس في عندي واقع فبالتالي لازم حدد شو الواجبات لازم حدد شو الحقوق وفيها تكون بس المسؤولية عم بعطيها مدنية ما ضرورة تكون كريمينال يعني تطير اليوم حضرتك كعميدة لكلية الحقوق أدي هالموضوع موجود اليوم يعني كأشكالية أيضا بالتعليم بجمعاتنا بمدارسنا وكيف عم تقدروا تتعاملوا مع هالموضوع هلأ ما في شك مثل ما قلنا بالأول كل المجالات عم تتأثر بالذكاء الاصطناعي وكل المجالات مفروض تأخذ بعين الاعتبار كيف بدنا نطور حالنا لحتى نتماشى مع تطور الذكاء الاصطناعي لأنه عم يتطور بسريقة كتير سريعة للبروجيكتر كتير عالي فاللي عم جرب نعمله نحن كجامعة كجامعة فينيسيا أنه بشكل عم نخلق استراتيجية كاملة متكاملة لحتى نواكب مواضيع اللي علاقة بالأرتيفشل انتليجنس ونحطها ندمجها ضمن الإطار التعليمي بشكل عام هلأ عادة لما أول ما نحكي عن هذا الموضوع دغري بيروح فكرنا أنه صار فيه أدوات وهيدا الأدوات يمكن عم تسهل على الطالب بمحلات معينة وهيدا واقع بس نحن أكيد بدنا نكون منتبهين أنه موضوع البحث العلمي هو أداة تقييم كتير أساسية للطالب فنحن بدنا ناخد كل شيء قادرين ناخده حتى نتأكد أنه ما عم بيصير فيه تقصير بهالموضوع من خلال الصوفتور بالنهاية الـ AI عم يتطور بس كل شيء مقابل وإمبارل وكمان عم يتطور بس كمان أنا نركز على البوزيتفز الـ Artificial Intelligence بالأدوكيشن فرصة كتير مهمة لألنا كأساسي أنا كإنستركتور بالـ College of Law أنا بقدر استفيد من خلال تعزيز التجربة التعليمية بعت تخصيص لـ Learning من جهها في موارد أكتر وأسهل نصلي أنا كإنستركتور وكمان كستيودنز بنفس الوقت وبشكل عام التواصل أسهل من خلال الـ AI وهي دي بس عم بيحكي على التعليم بحد ذاته بس ما في شك أنه في عنا استراتيجي كتير أكبر بالجامعة نحن عم نشدد عليها ونخلقها لحتى نواكب وبالنهاية نحن بـ Progressive يعني نظرتنا تقدمية من الأساس فكمان فيه فاستر شوية على الموضوع لأنه It's very very interesting إذا بس فكرنا بالمناهج التعليمية هلأ ما في شك نحن كجامعة أول ما طرحنا الإختصاصات تأكدنا أن الإختصاص اللي عم جرب نطرحه ما يكون إختصاصات فيها تتعطل بوجود التكنولوجيا أو artificial intelligence يعني أجل نظرة تقدمية بهذا الموضوع بس بالنهاية بدنا نطور المناهج يعني نحن عنا كورسز مضمونة مفروض يتطور لحتى يتماشى مع الأشياء الجديدة اللي عم تصير أعطي بس مثال بسيط أنا بلشت بملكية فكرية وأنا بعلم أنول ملكية فكرية أنا هلأ المادة مضمونة ما فيها تكون مثل ما كانت من خمس سنين تغيرت طبعا أساسها تغيرت وحتى الأشياء للطالب اللي بنيفكر فيها تغيرت وبنفس الوقت أنت ما فيكي ما تحطي مواد جديدة يمكن تدمشي المواد الاختيارية والاختصاصات الموجودة حتى أت فيست إنست منفكرها بعيدة عن الاختصاص مثلا public health وكال public health يمكن فكروا أنه إله علاقة بأشياء أكتر technical بس وفعليا الـ AI كتير عم بيأثر عليه communication and social media كلنا منعرف أديا عم بيأثر بس بجميع الاختصاصات عم بيصير هيدا الدمج وبالمقابل أنت في عندك بروجرام جديد بدأت ترتكز عوجود الـ AI يعني أنا بس لا أعطي مثلا عندك كثير هاي تاكل جامعة هلأ عم بطلع على صور سوري التهيت شوي عن جد واضح إذا في تطور وواضح إذا في فكر تطوري وسرتيجيات جديدة يعني من خلال حتى المكان العمل يعني مكان الدرس حتى الـ program يعني عمنا هلأ مثلا الـ MBA Masters in Business Administration جنرال بس عم نعملها تيلر لا تكون فوكس لإلى Artificial Intelligence حتى الـ Certificates يعني كلنا هلأ سرنا بدنا نخلص courses بوقت أقل في Certificates مبنية على أساس الـ AI والـ Data Science لأنواكب كل شيء عم بيصير واو كنا عم نحكي عن السراتيجية والمناهج تعليمية كافتان كيف كلها تأثرت عن جد وكيف هم تقدروا تدخلوها بس يعني قدامهم كمان تقدروا تعملوا يعني لما بتحكي السراتيجية بفتكر الكلمة اللي على الأد لازم تستخدم لأنه بتكون تخلقوا هالتوازن أيضا بين ابتكار الطلاب وابتكار والمعلومات اللي بيعطيها الزكاء الاصطناعي كيف عم ينشغل على هالموضوع على الأرض إذا بدنا نحكي عن جد كمناهج تعليمية المناهج أكيد كلها عم تتحدث لا تواكب هذا التطور بس كمان بالنهاية أنا هنا جيت بالبداية عم بيحكي على البحث فبالتالي نحن عنا مركز أبحاث بالجامعة حاطت برايوريتي عنده أنه نطور أبحاث إلى علاقة بالأرتفش الانتاليجنس لأنه بالنهاية هيدا الستراتيجي اللي عم نحكي عنا ما بتجي من فراغ بتجي من بحث بجميع المجالات فيها تكون أبحاث تكنيكل أكتر فيها تكون أكتر ثيوريتيكل بس كلها هدفها واحد نحنا كجامعة رؤيتنا الأساسية هي بكل بساطة أنه نحنا نأسس إم براكتس للتلميذ الأساس لحتى لما يخلص يكون جاهز للاندماج بسوق العمل فالمهارات اللي هي مطوبة منه بالإضافة للمناهج التعليمية من خلال الوريكشوب من خلال الترينيج اللي عم يندمج بالبروغرام بدأت وصلنا لهيدا النتيجة فمن خلال الأبحاث اللي عم نعملها والتطوير للمناهج هدفنا نوصل لهيدا النتيجة النهائية بهيدا الموضوع بس أهم شيء يكون سوق العمل هون لأنه بهيدا العمل التعليمي العالي حقيقة والتكنولوجيا العالية في خوف أنه يروحوا لبرا بس الأكيد أنه عندكن اليوم اعتمادات من جامعات برا أيضا عم يكون في تعاون كتير كبير مع جهات خارجية نحن لدينا مركز جود بالجامعة هدفه الأساسي تأكد من جود التعليم وحتى كل البروسيس والستراتيجي اللي إلناها هي ضمن إطار هيدا المركز بس كمان اعتمادات خارجية وهيدا هدفه بالدرجة الأولى أنه كمان نحن نشوف هاو بي بروغرسين وبس إنه نحن خلال السنوات الأخيرة الاعتمادات اللي نحن أخذناها من دول مثل بريطانيا ومن ألمانيا واللي بعدنا عم نشتغل على أساسها في أمريكا وبغير بلاد حطت معيار دمج الذكاء الاصطناعي بمناهج التعليمية كمعيار أساسي لتقييم الجامعة فأجان نحن بطل فيها جامعة مزهورين يعني طبعا صار أساسي لحتى تمشوا على هالمعايير العالمي صار أساسي ونحن يعني مكافين بهذا مش بس لأنه حابين نطور لأنه هذا مستقبل الطالب بالنهاية إن شاء الله دايما لقدام إن شاء الله كل الجامعات كمان بتوصل لهذه المستويات دكتور ديمة بسمة عميدة كلية الحق والعلوم السياسية بجامعة فانيسيا أهلا وسهلا فيك شكرا لأجودك معنا وفيهم نرشا شكرا للمشاهدة